على الرغم من إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن انخفاض في أسعار المواد الغذائية إلا أن الآفاق طويلة الأجل للأسعار لا تزال قاتمة هذا التوقع مبعثه اتفاع أسعار الوقود والنقل والأسمدة إلى جانب موجات الجفاف والحر التي اكتاحت الصين ومعظم أوروبا وغرب الولايات المتحدة ما زاد من توقعات بأن تزداد أزمة الغذاء حدة في السنوات المقبلة وفقا لخبراء المناخة ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد أوضح البنك الدولي أن المستويات المتزيدة من هدر الغذاء العالمي يعد عاملا مهما آخر يساهم في تأجيج الأزمة بينما أشار عدد من الخبراء الدوليين إلى أن القوة التي في أيدي عدد قليل جدا من شركات الأغذية الخاصة تخلق أوجها قصور في نظام الغذاء العالمي تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.5% إضافية عن المستويات الحالية بحلول عام 2027 رغم انخفاض أسعار الغذاء العالمية في أغسطس الماضي بنسبة 1.9% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه الانتصاد يأتي على الرغم من الزيادة الإجمالية في الأسعار في العديد من الاقتصادات الكبرى حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أن الأسعار في أغسطس كانت أعلى بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق بينما لم تنشر الولايات المتحدة حتى الآن أرقام التضخم في أغسطس لكنها ذكرت أن الأسعار قفزت بنسبة 8.5% على أساس سنوي في الشهر السابق عليه مقارنة بالعامل